على الحدود بين السودان وإثيوبيا يزداد التوتر إلى أعلى مستوياته حيث تريد الخرطوم بعد هجوم الميليشيات الإثيوبية على منطقة الفشقة وقتل مواطنيها تريد الانفتاح حتى آخر نقطة حدودية داخل أراضيها الطلعات الجوية التي قام بها الطيران الإثيوبي عند الحدود بين البلدين أسهمت أيضا في زيادة التوتر على حدود السودان الشرقية مما دفع الأخير لإعادة انتشار الجيش فيما بدى للجميع إعلان حرب أو يكاد أمام هذا الحديث يظهر حتى الآن أن الجيش السوداني متمسك بعدم الخروج من المناطق التي أعاد الانتشار فيها على الرغم من حديث موازن عن الدبلوماسية التي تطالب إثيوبيا بضرورة الانسحاب من منطقتين بالحدود السودانية هما قطران وخور عمر على الجانب الآخر دفعت إثيوبيا بحجود عسكرية كبيرة وتعزيزات على الشريط الحدودي مصرة على ضرورة وقف الهجوم السوداني ووضع ملف الحدود في مكانه الصحيح على حد تعبيرها ومع توقعات تجدد الاشتباكات بين الطرفين ومخاوف تطورها إلى حرب شاملة تبقى الحرب التي يشنها الرئيس الإثيوبي آبي أحمد على قبيلة أمهر الإثيوبية هي المكبل الوحيد له في مشكلته مع السودان مشكلة لطالما ماطلت بها إثيوبيا متجنبة وضع العلامات الحدودية رغبة منها باستمرار هذا الوضع على الرغم من اعترافها بمعاهدة 1902 وحدود عام 1972 فضلا عن النزاع المفتوح الذي يعود إلى أكثر من 130 عاما انتهى بالسيطرة الإثيوبية على منطقة بني شنغول الغنية بالمعادن والذهب وهي المنطقة المقام عليها سد النهضة الذي يمثل أكبر أزمة تواجه المنطقة